أبصحتك العائل تنين عقا تنين أولا ألا والله ما تسنى شي ندي معك حصيصة مزيونة جلال لا أضعك رباح استيت البيوت جوجها طريقات ولا ولا شي حاجة أمه أخوه يا معجبني سيحيد عليها هاد شي جديد عليها تشد ضايع واو استيت البيوت في ماتس واحد وظافي الله يجعل الباركة الكمسة ذي البيوت اللي كنا ناوي نكمله بالعام سليناها بمفاد الماتس بلتي بلتي وفي تقرير عاجل طرح سؤال على مدرب اتحاط طنجا عمر نجحي بشأن خسارته بهذه النتيجة فأجابه ضاحكا الحمد لله مجا غير بوحد اللي يزيد فوق خمسة مكتب ضاحك يا صديق أجي أجي عندك مجا كونش درتي ذاك اللايك والراجة أصحاب يربحات بستونت أبقى مهدكش الله تولي تدير ذاك اللايك بلا ما نفكرك ويا الله أصحاب يكون على القرص وتحية الناس أصحاب تاواني اللولا كنشوفكم ودايبا مرحبا بيكون عند أخوكم ديما راجة واليوم غاندوه على فيديو الشبكة ماتشا راجة وطانجة لقد اخوكم جميع من اتفاق سلام عليكم الاخوان ومرحبا بيكون في فيديو جديد جميلة كونا بخار على الاخر أولا نكفي ديما نبدوب الصلاة والسامعة على رسول الله الله سلام وسلام على سيدينا محمد وعلى عليكم وصحابي اجمعين مرحبا بيكون في فيديو جديد فيديو الشبكة جولة 13 من البطوله اللي تستقبلنا فيها طانجا طانجا دخلت الماتش بعد تاعدوا في الماتش اللي قبل واللي كان تاعدوا الخامس اللي على التوالي من 13 الماتش قدروا يجمع عشرة نوقات وحتلوا لمركز 13 في المقابلة حنا اللي بدورنا داخلي الماتش من تاعدوا بتعمل خسارة في الجولة الفت ضد بركان واللي لي أسف كنا رائع بحين حتى اللي خروش ماركة علينا من 13 الماتش لعبنا قدرنا نجمع 24 نقطة حتى اللي نبيع المركز التاني وطبعية الحال بعد العداء الهزير في الماتش اللي فات واللي كلفنا جوجة نوقات ضع 8 دينا حتى اللي خرب غابة كان ضروري أننا نربحوا هذا الماتش ونخرجوا بالنقات الكاملة مهم نجمع الماتش لا جديد يذكر ولا قادية ما يوعد زين باور بنفس التشكيل العتية دينا ندخل الماتش دي اليوم زيني تيك مقدم خافي في بولكسوتو بالعمريك مباريك المكعازي وبوغرين نفاتي بوزوك والزرهوني بدل الماتش بتقتمر راجا جوجة دقائية كانت كافية باش نضربوا البيت الليول بوزوك خرجها للزرهوني والزرهوني حطف بوضو واحد الزرهون راجا فورسة خروا الراجا جيت عند بوزوك صوترها زوينه جيت عند مكعازي قد ضربه بواحد دماغ واتحشم تقول عليه دماغ بقد غدية راجا مسامر كورا طلعت زوين لدى قدقة وصلت عند بوزوك سيد المدافع وجاب بيلانتي جيست زوين من الزرهوني أعطاه البالوني تيري وفعلا تيري وضرب البيت الثاني والحتفالية دي البيت هداها الأب ديالو اللي كان توفى الله يرحمه السعلي في النار دستحوات زاد الراجا وزاد مع التحكم في اللاب بحكم أننا نحن اللي رابحين وبجوج الزيره فالخصم مولي ولا كي يجري قلب على الكورا وبالتالي اللعب ولا محلول بدغط ديل طانجا اللي هبطول نسيران ديالنا باش ياخدوا كورا باس طويل من خافيفين نسيران تهز ضربه النفاتي وبمون سندي ذي المبارك نفاتي اعطاه البوزوق بوزوق اعطاه راسه المساحة وبروسه الزوين حت كورا نقية في الشبكة وعلنا البيت الثالث الراجا صارحة بيتواعر أخيرا شفنا بيتبحالك لا جديدة يذكر استمر الفرص من الراجا الأولى من بوغرين والتانية تيرى من بعيد من النفاتي وعاو تاني النفاتي من جديد وكا سلاش ميطال لولا بتلاشة الزيره والصالح الراجا هالثلاشة ليش حالة دي ما شفناها وبما من جموع 11 فرصة غير في ميطال لولا هالفرق فش كتكون نجاعل هجومية حاضرة ما كنكتبوش فش كنقولو يلي استغلين لنا غير النص دي الفورص اللي كيزيونا غنيخرجو في ميطال لولا بتجوزولة لاجا وهالدليع لها دادرة كالليوم بداية ميطال تانية بريتم متوسط ندخلنا بضغط اقل بحكم نتيجة لي كانت في صالحنا كالاهم ونشدكو ورا ونتحكمو في اللعب كيف مبغينا ونحاولو مائم كنطيحو الريتم دي الماشي باش نبردو الخصم اللي كان كيتغطك يقلب علي البيت ومع ذلك فضل استيحوذو التحكم في اللعب قدرنا نديرو فورص اول واحدة لعب زوينة بالعمري كمل عليها بوغريم طالون جات عن بوزو قطع الطلفة وتقطعات فعلا اهبط الريتم دي المال بالصح زين باوردر التغييرات اللي كنا كانت سننهو خرج بولك سويتو النفاتي تفادينا باش مياه ياخدو الصفرات حيث بجوج عنده ثلاثة صفرات موين فضل اهبط ريتم الهادي زروني در ابيلد بارز وينه في الظهر دي المدافعين شافوا بوغرين وعطى بطل حلوة وخلاه راس ورس بوتو زروني جار القول وضرب البيت الرهباء والبيت الثاني ليه فضل ماتش زروني صالحة كعرف يتحرك كي يعجبني كيفاش يجري في المساحة وكيطلب الكورة في الظهر دي فونس تبارك الله عليه وصافي فرصة أخرى بدأ بالأمريك عطاه الزروني الزروني جاوبوا بالعمري ضربه خشاه فيه بوزوك رشلو الخامس للراجا والهاتريك لبوزوك بوزوك كان محيح في الماتش فرصة أخرى من جديد الراجا بوغرين عطى واحد لباس حلو والزروني من وراء الظهر دي الفونسور والزروني بفينيسي ونقيا حط السادس في السبكة والهاتريك حتوه في الماتش ومثيف ومثيف جوج هاتريكات في الماتش وقال لك حتوه بغل هاتريك ديلو مع بوزوك سرع لها تريكات والبيوت غير مستين اليوم صافي البيوت اللي كنا بغين نمارك يوم هاد العام صافي سالين اوم اليوم صافي يسدينا وللأزف تفوه حتيتي عاجزة زوينة ما كتكمل واتتي عاجزة ما كتكمل مع الراجا ديكستال زيرو كانت زوينة لوحة فنية نقية حتي جلبيت علينا طلخة وحتاج ماركة عليهم وحتى السيزنيتي اللي عولنا عليه حبزة غير في عقله ما عندو كيدر لاك العادة وهكا سلماش بالرباح بستل واحد وثلاثة نقاط في الجيب كتقيم اللعابة واحد وواحد زنيتي ماوصلوش كواري بزاف معدودين على رؤوس الاصابع واحدة اللي كانت خطر على بوتوت ماركت عليه خسرت لينالكلينشيت مقدمو خافيفي اداء عادي ماوصلات مش الخطورة بولكسوت اداء متوسط باقي خاصة لخدمة بالعمري اداء زوين مساندة هجومية كبيرة ولكن بعد المرات كيتلعب الزاف وكني سرسوك يخلي بلاصته خاوية علامو ماش زوين مبارك اداء زوين مبارك خاص حدا كاسور ضروري ثم ضروري ويقول له وبلاص مكعازي باش ياخدوا راحتو مبارك كدور هجومي مزيان ولكن كدفاعي إلا مكعازي ملون بيض خاصة الراحة بوغرين اداء نقيم النقاوة اللي اعطيه الصحة المعنى الحقيقية دير صناعة اللعب كما يجب نفاتي اداء زوين مزيان خرج وزين باور باش ما نخسروهش في ماش الجاي بوزوك ماتش طوب ديل طوب وخال خاص من نوعان ما كان ضعيف ولكن كان بوزوك مزيان مهم تمني زيد خدم على راسو مبروك عليه الهاتريك الزروني نفس الهدرة اداء واعر الزروني خدام على راسو ومن العناصر التابتاف لأداء من البديد الموسم مبروك عليه حتى اول هاتريك السهل بالنسبة البودالا زريدة اداء أقل من العادي الوردي ماركي وبيين راسو تبيين راسك اخوي زيلة رمشي بالبيوت صراحة بان طماع وبان ناقص ديل بتستحفز قلدك الفاس هفاس خاصو يخدم على راسو بزاف وبزاف حيش بعد النيفو ما يضمن شحتيه لعب كبديل كتقييم الفرقة كاملة اداء زوين بالمجمل لقاع اللعاب اللي كانوا في لاطاك واداء عادي بالنسبة للديفونس على اين ما قدرش نحكمه على اداء ديل الفرقة فما تشبح على هذا ضد فارق اللي كيعانين في اسفل الترتيب واصلا ما كيترينيش حاجة عادي انك تربحوه وتماركي عليه حسه ولكي عن العموم ربح زوينه بحسه مستحقه حاجة زوينه فشفنا ناجعة الهجومية بش تعرف ان الفرص كينين كينين خاص غريبانه حاجة واحدة اللي غتبينهم هي الفعالية قدام بوتو ودكشي فعلا اللي كان حتشفنا بيوت بجتة الاشكال والانواع كخلاصة هذا ماتش وداز خصن سوه تروب بون زوينه مستحقه غدي تعطينا ان شاء الله دفعه ايجابية كبيرة الماتش الجاي اللي بقعو لنا حاليا بقعو لنا جوج ماتشات على النهاية الشطر الاول من بينهم الدربة اللي عندنا الماتش الجاي خاص ضروري ان شاء الله يربحوه بحكم اننا لعبين ضد احد المنافسين ديانا جوج ماتشات خاصنا ان شاء الله ما امكن نحاولو نخرجوه بالنقاد الكاملة ستة من اصل ستة نتمنى من العاب والمدرب يكونوا رجال ويعطوا كل ما عندهم وان شاء الله بتوفيق ويكون ربح من صاحبنا و الى هنا الاخوان اكونوا وصلنا للبلاكة ان شلي كان فيديو اليوم فيديو الشبكة ديال الماتش الراجة وطانجة و اللي سالة برباح الصالح هنا بسوداسي عارضة هدرتي هنا سالاتي هدرتكم داب اللي ستبدأ اعطيونا الرأي ديالكم في الماتش في البيوت في الهداء ديال العابة في الديربي في توقع ديالكم في اي حاجة بغيت نقرر الرأي ديالكم بالمناسبة غادي نقراهم كاملين وغادي نجاوبكم دوزوا عندي الانستغرام فيسبوك تما فين غادي يتلقوني مريح مرحبا بكم وما تحشموش وبالنسبة للناس جدد ما تتساوش ديك ابوني والجرس بيش حتى انتم ما توليو معانا وبنهم نوصيكم كامل يعدوكم اللايكات هادشي اللي ما كنتو جدرتون من اللي بديه و دوزوا عندي اللاشين تانية فيها فيديوهات واعرين غادي يعجبكم البلان غادي نخلي لكم الليين ديال التحت في الدسكريبسيو و هذا مكان ما تساوش ليدك تلاشة الحويج الصالة والدين الراجة عمرك تفرط فيهم كان معكم اخوكم ديما راجة ديما راجة البارح اليوم اغدى و ديما كونوا عالقاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة